يأتي رمضان ويتغير فيه كل شيء بما فيه المائدة الرمضانية التي تتنوع أصنافها وهي أساسية في كل بيت لأيام رمضان المبارك فهي تجمع الأسرة سويا في وقت الإفتار وتتنوع المأكولات الرمضانية من حيث أهميتها فمنها وجبات أساسية لا تخلو من أي مائدة رمضانية في البيت اليمني مثل الشفوت بالإضافة إلى الباجية والسنبوسة والعصير والتمر الذي يبدأ به الناس إفتارهم كل يوم كما تعتبر الحلويات مكملات للمائدة الرمضانية بأصنافها المختلفة مثل الترنبا والمحلبية وغيرها وجباتنا في رمضان كثيرة ومتعددة ومنها طبعا أطباق رئيسية ولابد من العصير وأيضا الشفوت كذلك أيضا السنبوسة وبعض الباقية أو كذا طبعا من الأشياء التي نسميها الحالي عندنا نأخذ مثلا الترنبا أيضا الرواني وهذا بحكم المنطقة التي نعيش فيها هي تعتبر منطقة الحالية موجودة فيها كثير كذلك لابد من المحلبية والذي يحبها الأطفال طبعا كذلك أيضا في وجبة العشاء لابد لنا من الطبق الرئيسي أيضا وهو السلتة والرز الرز بأنواعه مرة كبسة ومرة أشياء معينة لا يحلو رمضان إلا بزيارة الجيران والأقارب فهو مناسبة للمحبة والألفة وتجمع الأصدقاء حول موائده المباركة وطوال أيام الشهر الفضيل تحضر هذه المقبلات والحلوة والوجبات الشعبية اللذيذة لتضيف نكهة رمضانية تميزه عن غيره من الشهور أشهر الأكلات الشعبية في اليمن برمضان أشهر الأكلات الشعبية في رمضان السنبوسة فيما نحن السنبوسة والشفوت الباقية طبعا ولا في بيت يخلو منها من التمر كفطور أساسي لازم التمر بكل بيت أش وقبتك اللي أنت تفضليها برمضان أفضل وقبة للسنبوسة وطبعا عملتوني السنبوسة وكمان الشفوت الحلاء الحلاء أهم حاجة بعد العشاء بالنسبة لأقواء رمضان تعتبر أفضل الأقواء خلال السنة مثلا إذا عزمت صحباتي وفي معنا نحن قمعة ولمة لازم أن تكون الأقواء غير مثلا وقت المغرب نفطر نروح نصلي بعدين نروح شوية ننتظر نروح نجمع العشاء نجمع العشاء وكذا وحلينا وكملنا وقلسينا تتعدد أصناف المأكولات الرمضانية في اليمن ولكل محافظة مأكولاتها التي تتميز بها عن غيرها ولكن لها نكهتها الخاصة والمختلفة في رمضان حتى وإن تناولناها أيام الفتر لا يحلم ذاقها إلا في رمضان لبرنامج رمضان والناس سونيا الحرزي